وتنضم إلينا شبكة مراسلين من ميلان ومحمد الغزو أيضا من بلباو مدينة في إسبانيا معاذ حامد ومن فريس محمد الحاجي نبدأ مع محمد الغزو إذن محمد هناك تصريحات لوزير الصحة يقول بأن الأمور سوف تكون صعبة في الأشهر القادمة ولكن في نفس الوقت هناك معطيات تقول بأن الإصابات قد تراجعت والوفيات قد تراجعت إلى أين تتقاطع هذه المعطيات مع بعضها مع التصريحات أيضا نعم الأعداد يوم أمس كانت مشجعة ونشرت حالة من التفاؤل في عموم الأوساط الشعبية والرسمية نسبة حالات شفاء جيدة نسبة إصابات أقل مما هو معتاد أيضا نتحدث عن نسبة وفيات أقل منذ بداية هذه الأزمة هذه الحالة الإيجابية على ما يبدو أن وزير الصحة لا يريد أن يطمئن أو يبعث برسالة طمئنة إلى الشعب بالخروج أو كسر حالة العزل والحجر المفروض هنا في إيطاليا من أجل الإبقاء على حالة الحذر بالتعامل مع الفيروس حتى لا تعود الأمور كما كانت في السابق وتعود الآلاف من الإصابات وتعود الآلاف من دعينا نقول من الوفيات لذلك هو أطلق تحذير وقال بأننا مقبلين على أشهر صعبة ومهمتنا الآن هي كيفية العيش وتهيئة الظروف للعيش مع حالة الطواري وحالة العزل والحظر الطبي المفروض هنا على ما يبدو أن وزير الصحة لا يريد للإيطاليين أن تعود حياتهم أن يكسروا الحذر المفروض ليعودوا إلى حياتهم كما كانت في السابق بسبب خطر ما زال موجود هنا في إيطاليا وفي ظل عدم التزام البعض نعم محمد ابقى معنا ننتقل إلى باريس مع محمد الحاجي محمد أيضا لديكم في فرنسا تراجع في عدد الإصابات لو توضح لنا الصورة أكثر نعم صيبة هي أخبار جيدة عدد المتوفين في آخر 24 ساعة بلغ 357 بالمقارنة مع الأيام السابقة التي تخطط فيها أرقام الوفيات 500 شخص وهو رقم نسبيا جيد بين المزدوجين إذا قارننا بالأيام السابقة في اليوم 21 من الحجر المنزلي الإجباري وهذا يدل على أن الحجر بحسب الحكومة يعني أعطى نتيجة نتيجة تراجع الوفيات لكن تبقى المشكلة هي أعداد كبار السن الذين توفوا في دور العجزة والذين تخطط أرقامهم الألفي وفي حالة وفاة علما بأنها أرقام أرقام دور العجزة ليست نهائية هي تعطى يوميا للدولة وتوضع على لوائح وزارة الصحة فيها المقابل اليومين الماضيين كانت تقس جميل خطت الشرطة أكثر من مليون ونصف مخالفة مليون ونصف استجواب عطوان لفرنسيين خرقوا الحضر دون أن تكتب بحقهم مخالفات بالعموم على 21 يوما تم تصطير حوالي نصف مليون مخالفة من أصل 75 مليون فرنسي وهي نسبة جيدة تفيد بأن هناك نوعا ما انتزام بالحضر العام المنزل الذي قد يمدد فعلا حتى نهاية شهر أبريل الجاري وهذا اليوم بدأ الحديث فعلا عن كافية الخروج من الحضر هل سيتم الخروج بشكل جماعي أم بشكل محافظة تلوى المحافظة أم بحسب الفئة العمرية نعم محمد ابقى معنا ننتقل إلى معادة من إسبانيا معاد يبدو أن منحنا الانخفاض يواصل انخفاضه في عموم أوروبا أيضا في إسبانيا ولكن لو تطلعنا على الإصابات والوفيات في القطاع الطبي إلى أي مدى وصلت وكيف هي الأرقام هناك نعم في الحقيقة أن الانخفاض في إعداد الوفيات والإصابات بشكل عام أكدته الحكومة من خلال القول أننا الآن في المنحنة وقد بلغنا الذروة في وقت سابق الآن في موضوع القطاع الصحي في الحقيقة أن هذا القطاع 15% من القطاع الصحي أصيب بفيروس كورونا ما يعادل 12300 عامل سواء كان طبيب أو ممرض أو عامل داخل المستشفيات أحد آخر ضحايا كورونا مع الأسف هو أحد أشهر الشخصيات الإسلامية في إسبانيا وهو رئيس الجالية الإسلامية ويدعى رياي تتري بكري البالغ من العمر 72 عاما وهو من أصول سورية وصل إلى إسبانيا عام 1970 وهو أيضا طبيب توفي بسبب إصابته بكورونا وأدخل إلى المستشفى الأسبوع الماضي طبعا كثير من الأحزاب الإسبانية نعت هذا الرجل هذا الرجل له مكانة كبيرة حتى لدى المسؤولين الإسبان وهو حاصل على جائزة من وزارة العدل بسبب تقريبه بين الحريات الدينية عام 1898 إذا كان بإمكاني أن أضيف الحكومة الإسبانية الحكومة الإسبانية قامت بعمل خطة هجمة معاكسة ضد كورونا من حيث نشر أكثر من مليون فحص جديد في القطاعات الحيوية للسيطرة على المرض للمصابين الذين ليس لديهم أي أعراض جانبية ولكن لديهم بوزيتف في الكورونا إليك ذلك الاحتواء يمكن أكبر عدد من المصابين شكرا لك جزيلا من بلباو معاذ حامد وأيضا شكر موصول إلى محمد الغزو من ميلانو وبالطبع إلى زميلنا محمد الحاجي من باريس شكرا لكم جميعا على هذه التفاصيل الوافية شكرا لكم شكرا لكم